بسم الله الرحمن الرحيم من ضمن النباتات اللي بالنادي ان الاهتمام بها هي ونبات اخر النبات ده اسمه نبات الزنزلخت نبات الزنزلخت من الاشجار او الشجيرات المتساقطة اللي بتدي عندي بزور واللاحظ شكل البزر بتاعتها اللي هي دائما بتكون بزور مستديرة او دائرية في لبس كبير بيحصل ما بين النبات ده ونبات النيم الاثنين فيهم مواد فعالة تستخدم في صناعة المستحضرات الخاصة بالمبيدات الحيوية لرش النباتات لكن خلينا نفرق ما بين الزنزلخت ما بين النيم طالما الثمرة او البذور اللي احنا شايفينها مستديرة دي بزور الزنزلخت وليس بزور النيم بذور النيم دائما بتبقى مسحوبة الاختلاف الثاني لو تلاحظوا كمية التساقط في الوقت اللي احنا موجودين فيه في الزنزلخت بيكون اكتر لو احنا دي شجرة نيم حنلاقي فيها كميات من الاوراق اكتر من الزنزلخت الحاجة التالتة الورايقات بتاعة الزنزلخت دائما العرق الوسطي طبعا بس النبات متساقط خالص دلوقتي الاوراق بتاعته لو بصينا فيه عشان نفرق ما بين الزنزلخت ما بين النيم انه الاوراق بتاعتنا هنا العرق الوسطي بيقسم الورقة لنصفين متسويين بينما في النيم هات اي ورق وشوف العرق الوسطي تلاقي يقسم الورقة لتلتين وتلت يبقى إذن ثمار الزنزلخت اللي هو منتشر على كثير من الترع موجودة عندنا نبات الزنزلخت الصمر مستديرة مسحوبة في النيم الأوراق العرق الوسطي بيقسمها النصفين في النيم إلى تلتين وتلت النبات ده هو نبات الزنزلخت شكرا جزيلا